اشتركوا في القناة الفريق الركن أسير توماس بيكيت المدير التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في الشرق الأوسط الذي يتخذ من مملكة البحرين مقرا له وذلك للسلام على جلالته وخلال المقابلة رحب حضرة صاحب الجلالة بالدكتور جون تشيمبان واشهد بالجهود الطيبة التي بذلها خلال فترة عمله في المعهد التي كان لها لاتر الطيب في تنظيم المؤتمرات والندوات التي حضيت بالاهتمام والتقدير نظرا لأهمية الموضوعات والقضايا متمنيا له التوفيق والسداد كما رحب جلالة الملك المعظم بأسير توماس بيكيت واشهد بجهوده في الارتقاء بدور المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية وتطوير عمله على صعيد إجراء الدراسات والأبحاث وتنظيم المؤتمرات التي تتناول أهم القضايا الأقليمية والدولية معربا جلالته له كل التوفيق في تعزيز دور المعهد ومواصلة عطائه مشيدا جلالة الملك المعظم بمستوى التعاون المثمر والوثيق القائم بين مملكة البحرين والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية وما أثمر عنه من نجاحات متواصلة في الأعداد والتنظيم لمنتدى حوار المنام السنوي الذي يعد واحدا من أهم المنتديات الاقليمية والدولية التي تتناول مختلف الشؤون السياسية والاقتصادية والتحديات الأمنية بما يخدم قضايا الأمن والاستقرار والسلم الاقليمي والعالمي منوها بما حققه المنتدى من مكانة بارزة وسمعة طيبة على مستوى العالم وبما يحظى به من مشاركة دولية واسعة ترجمة نانسي قنقر